موسيقى يسعى الصباحكم أحبائي أهلاً وسهلاً بكم وفقرة الأبراج لهذا اليوم نتمنى أنه يكون صباح مليء بالبركات والخير والسلام على العالم أجمع وعلى بلدنا العزيز إن شاء الله كذلك صباح سلام ومحبة لكل من يشاهدنا إن شاء الله نتمنى أنه تكون التأثيرات الفلكية إيجابية لهذا اليوم وإن شاء الله نقول ونبتدأ بالوضع الفلكي وإضافة إلى ذلك استقبالي لاتصالاتكم اللي تردني وأرد عليها بكل امتنان عندنا اليوم القمر في برج الحود ده يصير تصفيط الكواكب على هالشاكلة يعني هاي المجموعة من الدائرة صارت بارغة والكواكب كلها صارت من هالجانب فهذا يفيد ويمطي أيضاً فالتوقعات فلكية جديدة القمر مع كوكب نبتون مع الزهرة متواجد هذا يعني فالتواجد حلو فالتواجد حلو ومو أنه الإنسان يقول أنه أنا يعني ينطي طاقة إيجابية بلا يعني بلا موضوع أو بلا مفهوم لا إنما أكو أشياء أحياناً نحذر منها وأكو أشياء لأنقول تواجدها حلو فالخارطة الفلكية تقول أنه الشمس موجودة في برج الدلو كوكب عطارد في برج الدلو القمر في برج الحود الزهرة موجودة في برج الحود نبتون في برج الحود المريخ موجود في برج القوس المشتري مع زحل مع بلوتو في برج الجدي إضافة إلى أورانوس المتواجد في برج الدور هذه هي الخارقة الفلكية فمن يجي نشوف نشوف أنه استفصت ثلاثة كواكب أو متواجدة ثلاثة كواكب على مدار سلسلة نجمية اللي هي سلسلة الحوت النجمية مجموعة الحوت تعتبر يعني بالفترة الحالية وجود الزهرة مع القمر تقول أنه هناك أشياء أو أمور طبيعية رح تأخذ مجال الطبيعي إذا كان هناك فترات متأزمة أو فأمور شوية كانت صعبة فمن يدخل القمر إلى برج الحوت لا بالنسبة لهم جميع مواليد برج الحوت رح يكون عندهم يعني حلول هذا من باب الباب الثاني أنه الزهرة مع القمر اثنيناتهم يتحدثون ويدقون باب العاطفة والحس الإنساني للإنسان فالحس الإنساني هو اللي يميزنا عن الأحجار واللي يميزنا عن بقية الكائنات الأخرى ومثل ما عرفنا أنه العاطفة إلها شقين شق إيجابي وشق آخر ممكن يكون أيضا سلبي فإحنا نحاول في هذه الفترة نتجه مع الشق من العاطفة الإيجابي في أنه يكون الإنسان إنساني يحاول يحل الإشكالات يحاول يجد في الطريقة للتفاهم في هذين اليومين ممكن التفاهم مع مولود برج الحوت إذا كان هناك خلاف سابق حادث إذا كانت أمور أخرى حادثة فهذه الأمور تشجع الأبراج في أنه بإمكانهم إجراء حوار وحوار ناجح مع مولود برج الحوت مولود برج الحوت رح يتمتع بقوة العاطفة جدا رح يشعر بالحنين إلى والده والده إلى أهله رح يشعر بالحنين إلى أحبائه فيحاول يحيطهم بالسعادة يحاول يحيطهم بالاهتمام يحاول يحيطهم هذه كلها من نتيجة التأثيرات الفلكية خصوصا يلعب الدور القمر لأنه القمر يقول يمثلون بتفسير الأحلام بالنسبة للأبراج وبقية الأمور القمر يمثل الأم والشمس تمثل الأب فيحن الواحد على والده يسمعها كلام طيب هالأشياء يعني العاطفة تبدأ لا شعوريا تنطفد موجات تموجات مثل ما في داخل الإنسان مثل ما نلقي حجرة في النهر فاللاحظ أنه الحجرة تبدأ تنطهي تشفد هالات 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 تكبر فهذه هي الهالات العاطفية اللي دتحيط مجاميع برج الحوت في الفترة الحالية بس هذه الهالات يجب أن تكون للإيجاب عزيزي مولود برج الحوت وليس للسلب لأنه أحيانا القرار العاطفي اللي يجي من عاطفة غاضبة يكون خطأ لكن القرار العاطفي من يكون من حالة للسلام للخير للمحبة للمشمل للإنسانية هو يكون إيجابي إذن عندك فد نقطة توقف إذا كانت عاطفتك في هذه الفترة تتجه نحو إيجاب فانضي بها لكن إذا عاطفتك دت حكمك على أمور تلقي بها الأضواء على فت قرارات مبنية على العاطفة وليست على التعقل فتوقف ولا تتخذ أي قرار بالوقت الحالي صح أنه الإنسان بصاعة من يصير عصبي ما يقدر يتحكم بعواطفة لكن العصبية صرنا عصبيين على ساعة لكن شوية نقعد شوية نهدى نقعد نفكر نحسم الأرمور إذن نضع العقل في الاعتبار ولا نخلي قرارات العاطفة العبدون خصوصا إذا كنت مرتبط مع مجاميع العذراء أو مجاميع الجوزاء أو مجاميع الدلو أو القوس يعني جدا تكون منتبه إلى قراراتك في هذه الفترة وكذلك إذا كان عندكم شريك أو شريك عمل أو أحد من أفراد الأسرة من هالأبراج ياريت هو مولود برج الحود هسا ديشة عاطفة فاستفادوا من العاطفة الإيجابية ولا تستفزوا لكي يكون عاطفته سلبية ليش؟ لأنه قوة العاطفة تكون بالإيجابة قوية وبالسلبية أيضا تكون قوية أكو قوة بالموضوع فهذه القوة خلنتوجه لها إلى الجانب الإيجابي هذي يمكن النصيحة اللي ممكن نقولها نتيجة للتواجد القمري في برج الحوت طيب الشي يقول الكوكبين العاطفة اللي موجودين بالحوت مع نبتون كوكب الخيال وكوكب البحار وكوكب اللي ينطي الحاسة السادسة وكذلك المفهوم اللي يخلط الرومانسية أكثر من الواقع كيف يكون على بقية الأبراج خلي نعرفها سوى هذا اليوم رقم تسعة ورقم تسعة أيضا من الأرقام الإيجابية جدا برقم تسعة مواليد اللي رقمهم تسعة تعلو روحياتهم ويكون عندهم قوة حدث كبيرة عقلهم الباطني يردهم إلى أشياء كانوا يتمنون يريدوها أو أمنيات يتمنوها أن تتحقق أو فد ناس يصعب عليهم فاللاحظ أنه العاطفة تبدي دور أو تبدي فالدور من التغييرات في حياتهم لكن الذي مضى مضى واللي راح راح نتمكند ننظر دائما إلى الأمام بتصرفاتنا وبحياتنا لأنه الحياة لابد أن تمضي فما نخلي هالرواسب تأثر علينا هذا في باب من باب آخر أستقبل اتصالاتكم اللي تردني وأرد عليها بكل امتنان أرجع للتوقعات التوقعات تقول لمواليد برج الحمل الناري عزيزي مولود برج الحمل كواكب العاطفة الموجودة بالبيت تدى سبقك شو تقول لك تقول لك أنه عندك فد نوع من التراجع النفسي ما يعني تتحس نفسك مضايق يعني أو بدون سبب يصير عندك فد نوع من هيتش التأزم فالنوع ما يعني يمكن حتى إذا أكو سبب أو ما أكو سبب أنت دا تشعر نفسك أنه أنت يعني مكلش أوكي هذا شي طبيعي ما ما شي طبيعي لأنه هذا التواجد الفلكي ينتقل القمر لكم يختلف الوضع نجعل هذه الفترة شون نقول نهيئ بيها لأسبوع إن شاء الله يكون إيجابي حينما يدخل القمر إلى برج الحمل الناري يوم 29 واحد إذن هذه الفترة تخطيطية حاول قدر المستطاع أنه يعني هل التراجع النفسي إحنا نحاول نسيطر عليه نعرف أنه هو فد تأثير فلكي نمشي بروتيننا لإعتيار ولا تحاولون بهذه الفترة تضيقون اللي يتعاملون مع مجاميع الحمل لتضيقون عليه بالمتطلبات بالأمور ترى شوية عنده يعني فد نوع من التراجع وهذا فد شي يعني طبيعي لأنه ثلاث كواكب موجودة في البيت اللي تسفقه ذه تخلي شوية موضوع العاطفي خصوصا الزوجة لا تدققين على فتور زوجة الحمل جدا وتبدين تنتقديه أو تبدين تلاحظين تصرفاته يمكن وكذلك الحال مرجوع إلى الزوج بنفس الوقت هذه الحالات تحدث والتأثير الفلكي يؤثر خصوصا على السلوكيات السلوكيات والتصرفات فيمكن هذا الفتور تلاحظة تعاتب الشخص المقابل تقول لي شبكة شو انت لا تتحجي لها شبكة شو عاني شبكة شو يعني هذا الشيلو خلووه هذه الفترة كما يكون براحته ولا تكونون كثيرين تطلب في هذهنا اليومين لأجل أنه نوقد سوء فهم ممكن يكون نتيجة قوية لأن العاطفة ردفع لها قوي سواء كان بالمحبة أو سواء كان بالعكس مجاميع الثور لا تلعب هذه الفترة يلعب الأصدقاء دور في حياتك موجود القمر في بيت جد إيجابي إليك يدعوك إلى الخروج تتميم الأمور اللي مطلوبة من عندك إنسانيا رح تتعرف يمكن على ناس جدد تعتبر في ديومين إيجابية ممكن بهالفترة تكمل معاملاتك إذا كان عندك معاملات مع مؤسسة نافذة أمورك ممكن أنه تنحل ممكن أنه تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين بطريقة أكثر موضوعية تقدر تقنعهم بوجهات نظرك هالأمور هذه رح تكون مساعدتك جدا إضافة إلى طاقة القمر رح تنطيكم في النوع من الطاقة الإيجابية تخليكم تكملون أعمالكم أو تخليكم أيضا ناجحين في ما تقومون به بالنسبة إلى مجامع الجوزاء لا الوضع يختلف تشعر شوية بتراجع صحي القمر موجود في أعلى نقطة في بيانك الفلكي حاول أنه ما تكون شديد أو ردود فعلك قوية أكون من يتصيد لك بالماء الآخر أنت تحت المجهر فنحاول قدر المستطاع أن نغلب جانب الحكمة فوق كل شيء فلا تحاول نجاحاتك اللي تتمنحها إليك الشمس وكذلك الطاقة اللي تتنطيها الشمس والطاقة اللي ينطيها عطارد لتضيعها بساعة عصبية ناجمة من عصبية عاطفة تتغلب على العصبية تخليك يمكن يصير عندك إشكال مع أحدهم بالنسبة إلى مجامع السرطان الوضع يقول أنه إيجابي جدا طاقة إيجابية تشعر بنشاب تشعر بقوة على الحركة تشعر بشيء من التفاؤل طاقة حلوة إيجابية ينطيك ياها القمر حس إيجابي عودة إلى الجذور إليك رغبة في العودة إلى الأهل أمورك العائلية تشتاق لي الأصدقاء تريد تخرج من طمقم إلى وضع أفضل هذا ينطيك في النوع من أيضا الإيجابية في حياتك وينطيك في الطاقة أنه تجدد إنسانيتك وفترة تفلتر للذات مجامع الأسد عزيزي مولود برج الأسد تقول لك الفترة أنه القمر انتقل إلى موقع يساعدك كثيرا في إدارة موضوع مادي أو يمكن فد مردود بعدني قد يكون موئلك قد يكون للآخرين يعني الأحد أفراد الأسرة رح تكون محور في حل موضوع ما أو ظرف ما لكن هذا الموضوع رح يكون تحت سيطرتك سواء كان عاطفي سواء كان مادي سواء كان اجتماعي أو دراسي بالنسبة إلى مجامع العذراء كن أكثر صبر مع شريك العمل وشريك العاطفة الفترة تقول لك أنه عليك أنت أيضا مثل مجموعة الجوزاء أن تلتزم بالحكمة خصوصا إذا كان شريكك من الأبراج اللي هي حوت أو جوزاء أو قوس أو كذلك أسد حاول أنه تكون أكثر صبر وكذلك أوصي بقية الأبراج اللي يعدهم برج حمل أو جوزاء أو عذراء في هذه الفترة أكثر نكون صبر بالتعامل وياهم من عيني ها أم عباس أهلاً أم عباس صباح الخير في الجنان صباح الورد حبيبتي شان شان سأحتيش أهلاً أم عباس يعني متضعيس عشرة عرفتيني اي اي أمه اي عرفنات ها شون صرتي شون صرتي شون صرتي أمي شلونت سلامي ليتوا لك عدي قناة الرشيد والعمار يوصل يا حبيبتي يوصل يا قلبي رحم الله وعدي شون صرتي أمي اللي تبعدني تعبانا وباطر أدي مراجعة مع المستشفى يعني أحاولون على المستشفى باطر بالكوت مستشفى الزهراء اي وأريد تشوفي اللي على الواقع الصحي تعبانا ستزين يعني يعني أقوم دوخي ما عرف شنو السبب يما يما يا حبيبتي باعي أي كانت الأسباب اللي انتي قلت عليها اثنين إذا كانت مرارة وإذا كانت يعني اثنين هم بسيطات بنتي اثنين هم بسيطات لك انتي بس لا تخافين بس توقلي على الله أنا تخايف والله تجين يعني انتي كلام شكلة طح صحة أنا خاف ومن النوع اللي هو وهوس يعني انتي ليش دا تخليني الشيطان يظلي وهوس براسج يعني طردي شوية طردي دا ترتاحين أرحل تخدوها ستزين أنا انتي أمي أنا ما عندي أمي أنتي أمي أريد استحكيلي على برد القوس وعلى برد الميزان قوس وميزان ماما انتي ما عندك إلا العافية بنتي رح تتجاوزيها هاي المرحلة بس شوية شتدي شتدي أريدك قوية أرحل تخدوها ستزين يعني والله أنا تشد لعيني من نحتي يا ترتاح حبيبتي يا قلبي هذا واجبني بس أذكرت يعني قومي يقول يا الله نعلي الشيطان اثنين قم بسيطة لعد أبو الأمراض المستعصية شي يقول حالة النفسية كلش من دام أرحل تجدينا أنا أريد استحكيلي على برد القوس واحد أسمعش عن الصباحة عن مستقبل أو عن الجوزة ألو أي دا أسمع مو دا سجل الدواريخ واحد أسمعش واحد أسمعش يلا آي أنا الصحة وعن مستقبله إن شاء الله إن شاء الله هذا لا تخافين عليه أبو واحد أسمعش لا تخافين عليه هذا شاطر ورده إن شاء الله ورده هذه عن برد الجوزة هذا أبو عطوال زوجي أبو عند زواج ثاني مرات يهددني في الجنان كلها تشذب لها الصدقين دورات الرجال يهدد المره يقولها ترى راح أتزوج عليك شو أنت منها الله يحفظه شوه واسية ماكو هو مبتلي بقهرة برج الجوزة بعدش يتزوج أروه لتفيدو وسدينانو عن برج القوس آي برج العقرب ما عارف تاريخه داعش ستة ستة يداعش داعش ستة ما عارف أعرف يا حبيبتي أعرف ما يصالب بنتي أنا سمعك من التلفزيان حبيبتي أنت أخذي راحتك ماما أخذي راحتك ممنونة رحم الله واسم أتشكري أهلاً فطومة الله خير ستبينانو يا هلو مية هلو هلو فطومة الله ستبينانو الله ستبينانو سلامات شو تشانتش منشولة الله ستبيني شو الله طلع دم شو فطلامات نعم والله كلها ما ينشل لكي نعم سلامات سلامات يا حبيبتي سلامات الله سلمت عمرت الجنانو والله أنا خبرت ذاك اليوم برج الجوجاء ودوجي ثمينة نعم تأجلت تأجلت العملية ما تكون اليوم اليوم عملية 27 أي تأجلت بكتور متاثر يعني بس ما نعرف أشو وقت ها العملية أنت يا برج ماما صحب البوع الأملية برج الجوجاء 1-6 1-6 أي صاحب الأملية مو مشكلة بعد أي يوم يقدر يخصص مو مشكلة لأنه الكواكب طلعت من الجدي راحت للدلو في الحمد لله يعني مو مشكلة لا يخاف بس خليه شوية في اليوم بطي يعرفي لأن الوضع الصحي كلش تعبانة والله حضرتك أي 65 وعندي بنتي 29 ثلاثة في 6 ما أعرف شونا تأعمل ولياما يعني الحركة الأجهم وطبيعية الطاقة الأجهم وطبيعية أي كهربائيتها زايدة هيا الرادل هفصل الكهرباء دائما نتفرغي لها الطاقة وانا وديها فصل الكهرباء خليا مصليح خليا دي بكهرباء والله مليش الدنابة دغار دغار كلش من الأقصال البقية يعني عندها شراسة على الأقصال والله تعبتي هيا هسا شوفي مو هسا عندها شراسة شوفي شوفي شقد صير عاقلة بعدين بالأخير مراحلة تخلطوها على مصر هي عاقلة مليت لا يما لا بسيطة بسيطة هذا شي بسيط الله يحفظ بيبتي ايابا مهنونة واني را حاجة يسوي عليكم نشاط مفرط المهم اذا احاول قدر المستطاع اجاوب على الاخوة وانطيف لمحة بسيطة عن الأبراج الأخرى نتيجة للتواجد القمر في برج الحوت عدنا جماعة الميزان الوضع العام بالنسبة لكم ما بإشكالات يعني وضع طبيعي بس نقول انه حاولوا قدر المستطاع التممون اعمالكم في هذه الفترة ان شاء الله لانه رح ينتقل القمر في يوم سبعة وتسعة وعشرين في برج لا رح يصير عليكم فالضغط فلكي فهالفترة هاي مناسبة شقعتكم اشياء تقدرون التمموها جماعة الاقرب الوضع يقول لك نفس الكلام اللي قلت المجاميع الحود العاطفة العبدور كبير فهناك العاطفة خلوها للجانب الايجابي لتخلوها للجانب الاخر فهذا ايضا ينطبق عليكم احبائي بلد لكن يعني اتكم فالطاقة حلوة من القمر طاقة حلوة من الزهرة طاقة حلوة من الكوكب نبتم دا ينطيكم فالبروس دا ينطيكم فالجاذبية فالخبر حلو رح تستلمو في خلال هذه الفترة مجامع القوس تقول لكم الفترة عزيزي مولود برج القوس امور عائلية قد تشغلك تبدو شوية كثير الحركة متطلب لكن بالمقابل الطاقة ناقصة فديصير عدكم تأدية الاعمال كأنما اكو بيفة شيء من الصعوبة اكو في التراجع صحي لكن دا يطلب من عدكم الامور يعني عمل كثير دقوب فلهذا السبب يعني شوية تنشنون تركوا الاهم المهم لاجل الاهم نظموا جدولكم وان شاء الله يكون الامور تحت السيطرة مجامع الجدي الفترة جد مناسبة للتعامل مع الاخرين للمباحثات لاخذ الشورى للأسفار القريبة كذلك للدراسة والتنقلات مجامع الدلو الفترة ايجابية ايضا بالنسبة لكم وجود القمر في برج الحوت داعم موقع ايجابي يساعدك كثيرا خصوصا وانت ايضا مثقل من ثلاثة كواكب البرج اللي تسقك لكن هاليومين دا تتحلى بطاقة ايجابية تنطيك شوية دفعة للسيطرة على امورك وظروفك العامة اما بالنسبة لبرج الحوت فتحدثت عنهم في بداية لقائي نتمنى انه تكون هذه العاطفة اللي دا تنطينا ياها الزهرة واللي ينطينا ياها القمر نستخدمها للإيجاب وان شاء الله الله اعلم بما نقول وان شاء الله الله يستجيب للشي الصالح وارجع للإيجابة بالنسبة الى ام عباس ام عباس ام عباس الحالة الإيجابية اللي اقول بيها انه مولود برج الميزان رح يقطع فترة إيجابية بنتي حبيبتي صار عندك المرض بهال وقت ترى احيانا حتى سبحان الله من ينطي المرض في وقت احنا الفلكيين نعرف دي خليش تستشفين من قبل فترة انه ممكن لو دخل المريخ للجدي تطول الفترة مال استشفاء فهذه نصحة هسه هالفترة تروحين تراجعين للمشفى الموضوع تحت سيطرتش تقدرين تتحكمين باستشفائتش هالفترة حتى تقضيها كلها قبل من انه تنطلق الكواكب لموقع لا يطول فترة الاستشفاء هسه سبحان الله حتى من يبعث المرض يبعث بحكمة يمكن انتو ما تعرفون بس الفلكي يعرف فداومي ولا تخافين شرحي وضعتش بصورة ايجابية للدكتور واثنين الحالتين اللي قلتيها ما تخوف انت الطيبين الطيبين اوكي ام عباس لا ظلي نتوهوسين بالنسبة الى مجموعة القوس واحد اطماعش واحد اطماعش مولود برج القوس هذه فترة اكيد يكون عند طموحات امور ده يبدو عند الطفل حتى من خلال هذه الخارطة الفلكية يستفيد الطفل القوس بتبلور وضع الفكري الانسان بحال نمو الاطفال دائما يكونون بحال نمو ينمون فالنمو كيف يكون كذلك مع الفكر فاكو وضعية الفلك تساعد في تبلور وضع الفكري هذا فتشي جد ايجابي بانه يمتلك فت قوة فت ايجابية مولود واحد اطناعش مولود ايجابي جدا 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 وهذه الفترة التأثيرات الفلكية حتى لو هو مريض وهو طفل هذا رح يساعد كثيرا يساعد كثيرا الوضع الفلكي الامور ان شاء الله تأخذ مجالها الايجابية بالنسبة لجميع اما بالنسبة لمجاميع القوس الكبار فهذا وضع لكي تدعموا به معاملاتكم مباحثاتكم تقديمكم للاعمال هذه الفترة كثير من مواليد برج الجدي اذا لحوا يحصلون على عمل فهذه فترة جد ايجابية لاقتناص الفرصة لذلك اما احاول قدر المستطاع قبل لا تنتهي فقرتي يعني خلصت انا اعتذر اذا اعتذر للشيف عرفان واعتذر كذلك اذا اخذت من وقت واعتذر لكم ان شاء الله احاول ارد عليكم لانه وقت فقرتي قال لي خلص وانتقل الى عمر والتقيكم ان شاء الله وارد على البقية مع تقديري واحترامي للجميع شكرا شكرا للمشاهدين وبالتأكيد همشي عباس جاوبتها واشدت سلمت عليك قالت سلميني على عمر ان شاء الله الصحة والعافية وتأكيد ان شاء الله ما تشوف مكروه لها ولكل المشاهدين ولكل المتصلين ولكل اللي متابعين فقرة عظم الأبراج الصحة والعافية اللي يقويس الجنان الله يسلم اليوم اكون مهرجان تيجينوا يا نا يلا يلا بس بلندن يعني مو بعيد مهرجان بتقييد لألعاب الأبفال بلندن لسنة 2020 نشوفها لكن بعد الفاصل